الصباح الخير جميعا شكرا لإنضمامكم إلنا في هذه الندوة الثانية في سنة 2023 والتي هي في سلسلة من الندوات المخصصة للخبازين والمطاحن والهدف منها هو أعطائكم المفاتيح لضبط جودة الطحين وجودة العجين قبل ما أكتدي أنا الندوة اليوم أنا أحب أعتذر شوي عن توقيت الندوة توقيت ما يجب الوقت المناسب يجب الفلتة الأعياد هذا خطأ مننا بالتنظيم لأن هذه الندوة تبرمجت من فترة فكان الوقت شوي متأخر لنرجع نعدل الوقت فأنا أعتذر من كل الأشخاص الحضرين ومن كل الأشخاص العيبين على هذا الخطأ بالتوقيت للأشخاص اللي ما بيعرفوني بعد أنا جورج الطويل واليوم بسعدني يكون معكم لأحكيكم عن عملية التشكيل اللي هي عملية أساسية ورح نشوف كيف يجب ضبطها واتقانا اللي هي مرحلة مهمة في خلال صنع المخبوزات خلوني اليوم أبتدي هيد الندوي بأعمل تسكير سريع عن عملية القبز اليوم ما فينا نحنا فينا نقول أنه ما فيش عملية قبز موحدة لكل مجموع المنتجات لكل أنحاء بكل أنحاء العالم ولكل خطوط الانتاج يعني اليوم فينا اللي بنعرفه نحنا عملية القبز هي مرتبطة بالمنتج النهائي اللي هدفنا نصنعه بشبكة الانتاج وبالعادات وتوليد المنتج المستهلك من دولي لدولي هل هو المنتج مرغوب من الأشخاص أم لا ولكن مع حيك نحنا فينا اليوم نقول في خلال عملية القبز فيها عدد خطوات وفي عدد خطوات فيها تكون مشتركة من منتج لآخر من شبكة الانتاج لشبكة الانتاج ومن منطقة لمنطقة طيب خلوني أنا هلأ أعدد لكم بعض الخطوات اللي فينا نلاقيها مشتركة فينا نبدي بأول خطوة مثل ما عم شوفيكم هاون مثلا خطوة تنئية تنئية أو أخذ المكونات اللي راح تدخل بصناعة المنتج النهائي يمكن مثلا تنئية الطحين الخميري السكر الملح وإلى آخره إذا كل فيه مكونات عدي راح تدخل بالتصميم في خطوة تانية هي بتعتبر كمان مشتركة عندنا عملية الخلط عندنا عملية الراحة عندنا عملية التشكيل وفيكن عملية التخمير وعملية الطبخ والتبريد بالنهاية اليوم أنا بهيدي المحاضرة رح ركز على عملية التشكيل ومتل ما فينا نستوعب كلنا من الاسم عملية التشكيل يعني هي العملية اللي راح تساعدنا نعطي الشكل النهائي للمنتج اللي منود نصنعه بالنهاية طيب الخباز عم بيجي اللي عم بيجي يطوي العجينة لحطي يعطيها الشكل المراد وعم بيجي يضغط ببعض المطارح على العجينة ومن بعدها عم بيجي يلمس لا يناعم السطح الخارجي للعجينة وبالنهاية نعمل مقص بمطارح لنعطي الشكل المهجو متل ما عم نشوف على هايدي الصورة إذا منياخد هلأ لمسأل تاني من سميل رغيف الباجات الخبز الفرنسي متل ما عم نشوف هون عملية التشكيل الخباز اللي قام فيه بالبداية هو عملية تمديد وتطويل للعجينة بعدين عم بيصير عم بيصير عملية دحرجة وكبس للعجينة متل ما عم نشوف هلا هون كأنه عم نعمل شفاه للعجينة لحطي تعطي شكل هايدي هالإشرة الخارجية اللي بالمؤرمجة إذا نطلع هلا على منتج تالت اللي منسميه البيجل فما نشوف هون أنه الخباز قام أول شي بعملية تمديد للعجينة ومن بعد ما عمل التمديد بالهدف هو كان يسكر يعمل تسكير للأواخر العجينة ليعطيها الشكل الدائري ومن بعدها يعملها تنعيم وتسطيح للسطح الخارجي إذا مناخد المسألة الأخيرة هون مثلا إذا عم ننصنا بريوش مثل ما عم نشوف هون بالصورة منشوف أنه الخباز إجا عملها عملية تدوير ومن بعدها عملية أعطاء الشكل النهائي وكبس في مطارح معينة وبالنهاية وقتها بيوصل تقريبا للشكل النهائي المرغوب هون الخباز سيجري حطه بالقالب لدلة محافظة على الشكل النهائي بخلال عملية الطبخ يعني ما توقع العجينة طيب إذا بناخد هلأ هون كمان لنفس المنتج النهائي يعني عم بعطيكم هون شكل الكروسان عملية التشكيل هي كمان اللي لازم نعرفه رح تكون مرتبطة مثلا مثل ما ذكرت بالقبل من شخص لشرص يعني كيف شخص عم بيعمل عملية التشكيل يعني من خباز لخباز هي رح تكون مرتبطة كمان من خط إنتاج لآخر ومن بلد لآخر كيف كمان الاشياء المرغوبين المستهلكين يعني اللي لازم نعرفه هون انه عملية التشكيل لازم نحن تتعدل لتتوازى مع متطلبات المستعملين والمستهلكين يعني الخباز وشبكة الانتاج ومن بلد لبلد يعني اليوم تشكيل الكروسان بفرنسا مثل ما عم شوفه هون اعطاه شكل نهائي هو فينا بوضوح نشوفه انه مش رح ينعمل بنفس بطريقة دولية تانية مثل إيطاليا مش رح ينعمل بنفس الطريقة بأوكرانيا مش رح ينعمل بنفس الطريقة باليونان فليش يفني لكان لهون لكان في عنا عدة طرق وآساليب لنعطي التشكيل لنفس المنتج في يون يتغير طيب اللي لازم نعرفه هون انه عملية التشكيل هي عملية كتير مهمة لانه بتأثر على رأي المستهلك يعني يجب أن نطلع على هذه الدراسة اللي عم أعرض لكم إيها هون وبهيد الرسم من لايه أنه في 64% من المستهلكين هني بيشتروا المنتج النهائي بالنسبة لشكله الخارجي يعني الشكل هو دافع أنا لا أشتري المنتج أو ما أشتري المنتج فهلأ صلنا بنعرف هذه المعلومة لكن المخابز شو بتعمل المخابز صارت تستعمل هذه الطريقة لها حتى تطور منتجات عندها أشكال مميزة مثل ما بنطلع هون مثل شكل الكوالا أو لتعمل منتج نهائي شكله مثل شكل النجمة وهي تعتبر طريقة لهذه المخابز لتتميز عن المنافسين تبعولها وتقدر تحقق أرباح أعلى عن طريق بيع هذه المنتجات بسارة أغلى طيب لكن شفنا لهلأ أنه في عنا عدة أساليب وطروا على التشكيل شفنا أن التشكيل هو بيأثر على شراء على رأي المستهلك خلينا نشوف هلأ إذا عملية التشكيل أو السؤال هلأ هل هو هالتشكيل بيأثر على خصائص المنتج النهائي طيب تنرد عليها الجواب عم بيأخذ أنا هون مثل عين عم بيأخذ مثل الخبز الفرنسي منسميه الباجات وعم بعمله مؤارنة مع الخبز كمان الأجنبي الشكله الدائري منسميه الميش طيب إذا نطلع على الباجات بما أنه هيدا المنتج عنده شكل رفيع ومتطاول هيدا بيسمح له بالنهاية خير بعد عملية الطبخ نحصل على اللي منسميه القشرة الخارجية يعني مثل ما عم شوفيكم هون هيدا القشرة تكون عنده سماكة مرتفعة ويتكون مؤرمشة وإذا بنجي نقسم كمية القشرة على الفوتات الداخلة بقلب الخبز رح يكون عندنا هيدا القصم عالي يعني عندنا كمية القشرة مرتفعة بالنسبة للفوتات اللي متبقعة فهذا هلا بنجي من ايرنا هون مع الخبز الأجنبي الميش بما أنه هيدا الخبز هو نعمله شكل دائري وعنده حجم كبير فبالنهاية رح يكون عندنا قشرة سماكة متل ما منشوف على الصورة ورح يكون عندنا فتات أو سماكة الفتات هي كتير عالية فبالنهاية إذا بقسم القشرة على الفتات رح يكون أضعف فلكن اللي بنستنتجه من هون كمان عملية التشكيل بها هي عم تأثر على مواصفاته للمنتج النهائي من حيث الحجم من حيث الشكل من حيث القشرة المؤرمشة أو غير مؤرمشة من حيث كمان الفتات كيف متوزع الفتات بداخل المنتج النهائي طيب بما أنه لكن هلأ شفنا أنه التشكيل بأثر على مواصفات خلينا نشوف كيف فينا نستوعب هالشي طيب إذا عملنا هون زينا نطلع على بعض المناجعة العلمية لقاينا أنه عملية التشكيل هي رح تخلق متل بتوتر سطحي على العجينة يعني رح يكون عندنا توتر وبالنهاية هيدا اللي رح يحدد لنا وجود الإش الخارجية بالنسبة له هيكل الداخل تبعوله العجينة وهذا هالتقسيم بين الإش وبين الداخل هو بالنهاية رح يسمح للعجينة تحفظ شكله النهائي ومتوع خلال عملية التخمير أو خلال عملية الطبخ زينا نطلع على بعض المناجعة العلمية بنشوف أنه عملية التشكيل هي بتأثر على وجود كرويات الهوى داخل العجينة يعني عملية التشكيل بما أنه شفنا أنه في عدة طرق وأسليم في طوي وكبس ودحرج وتدوير فكله هيدا عم بيجي يضغط على كرويات الغاز بقلب العجينة وعم بيخلينا نعمل توزع متجانس داخل العجينة فهيدا كمان هالتوزع هنشوفه بالمنتج النهائي والشعر الثالث اللي شفنا كمان من خلال هذه المراجعة أنه عملية التشكيل بها هي كمان بتساعد لأنه عمل متل ما شفتنا تنعيم للسطح الخارجي شد لشبكة الكلوتينات وهيدا بيسمحنا يطلع بالنهاية عمنا سطح خارجي للمنتج ناعم ما فيه تعرجات ولا عنده تضاريص أو تشوه بالهيدا فمن هون بنشوف لك شو هو تأثير التشكيل على العجينة وعلى المنتج النهائي وعلى مواصفاته خلينا نشوف هلأ هون بهيدول الصور اللي عم شوفيكني هون هون عملنا تركيب للعجينة استعملنا نفس الطحين نفس المكونات ونفس طريقة التركيب طريقة التصنيع بأول صورة أخذنا العجينة ما عملنا تشكيل بالمرة يعني بس حطيناها بقلب القالب بالصورة الثانية عملنا تشكيل الأدنى وبالصورة الثالثة عملنا تشكيل الأمثل للعجينة لنعطيها الشكل النهائي للخبز يعني فينا فعلا بصراحة نلاقي هون نشوف تأثير عملية التدوير والطوي للعجينة على الشكل النهائي للخبز فنشوفها أنه هي محضرة بشكل تقريبا شبه نهائي لتعطيها شكل الرغيف إذا هلأ منطلع لكن هون على الفتاة داخل الثلاثة أنواع من الخبز منشوف مثلا على الخبز الثالث اللي عملنا له التشكيل الأمثل في عنا توزع فعلا متجانس لكراويات اللي هو بداخل الفتاة فينا نشوف كمان هيدا عملية التدوير اللي منلاحظها هون موجودة يعني هيدا من وراء عملية طاوي وتدوير العجينة خلال عملية التشكيل بالمقارنة مع الرغيف الثاني اللي عمله تشكيل أدنى ورغيف الثالث اللي ما عملنا له تشكيل بالمرأة إذا نطلع هلأ هون على السطح الخارج للخبز فينا نشوف أنه بالصورة الثالثة يعني مع التشكيل الأمثل عنا قدرنا نحصل على سطح ناعي يعني مثل ما عم نشوف على صورة العجينة بالمقارنة مع الوصفة الأولى فهون ما نشوف عنا تعرجات بالتضاريس عنا بما أنه ما عملنا الشد لشبكة البلوتينات طيب نستنتجه لك من هون أنه عنا عدة أساليب وطرق لينعمل تشكيل شفنا أنه التشكيل بأثر على رأي المستهلك شفنا أنه التشكيل بأثر على مواصفات المنتج النهائي خليونا هلأ لكم السؤال نشوفه شو العوائب اللي رح نحصل علي في حال عملنا نقص بالتشكيل أو عملنا إفراض بالتشكيل طيب اللي لازم نعرفه أنه بكل الحالتين عملنا نقص أو إفراض بالتشكيل رح يكون علي عوائب على جودة العجينة وجودة المنتج النهائي إذا بنبتدي بالمثل الأول هون إذا كان عنا نقص بعملية التشكيل إذا كان عنا نقص بعملية التشكيل بالشكل النهائي في احتمال كبير أنه تكون العجينة صارت صلبة لأنه طوينية وكبسنية عدة مرات فبتصير صلبة فيمكن في احتمال كمان بخلال هيده عمليات التشكيل الطوي والكبس والدحرجة والتدوير نجي نمزق شبكة الغلوتينات يعني مثل ما نشوف هون بلامحة سريعة وإذا بنطلع على المنتج النهائي بهم في احتمال كبير لكن بما أنه كبسنا العجينة وطوينا يعني نحصل على حجم نهائي ضعيف وأيضا الفوتات يكون عنده كسافة عالية طيب اللي بنستنتج لك من هون أنه عملية التشكيل هي عملية ببالغة الأهمية وعلينا نعمل له الضبط لكن السؤال اللي بيجي لهون هل نحنا فينا اليوم نحدد بعض العوامل بتأثر على عملية التشكيل بهذه الصفحة أنا رح أعطيكم بعض منهم أكيد فيه عدة عوامل مباشرة وغير مباشرة من الايئة بالبعض المراجع العلمية أول عامل مثلا فينا نقول بيأثر على عملية التشكيل فيه يكون نوع المشكل يعني نوع الآلي اللي عم استعمالها لنعطيه تشكل هل هو بالشكل خبز عربي مسطح أو خبز أجنبين مدور أو هل استعمالنا عدة آلات مصنعين من شركات مختلفة فكل هيدا رح يأثر على عملية التشكيل شغلي تاني كمان فينا نعتبر هو درجة حرارة العجيني يعني مثل ما فينا نستوعب إذا بدنا نعمل تشكيل العجيني على درجة حرارة 15 مش رح يكون عندنا نفس التحديات إذا نحنا بدنا نعمل تشكيل العجيني على 30 أو 32 أو 35 درجة العامل الثالث كمان بأثر عملية التشكيل هو جودة ونوعية الطحين اللي عم نستعمله وأخيرا بركز برمز لآخر عامل هو كمان المكونات الموجودة وتعقيد الوصف اللي عم نستعمله كل هيدا المكونات بالنهاية إذا في مواد دهنية في سكر في ملح كل هيدا رح يأثر على عملية التشكيل طيب لكن اللي نصل لهون خلينا نشوف لكن شو فينا نلاقي من المراجع العلمية شو هي المواصفات المثالية العجيني اللي لازم تتحلى فيها ليكون عندنا تشكيل مثالي طيب إذا نطلع على بعض المراجع نشوف أنه العجيني أول شي ما لازم بتكون عندها تلزين يعني اللي شفناه السنة الماضية وعرفناه أنه التلزيق هو فعلاً بيعتبر من المواصفات الغير مرغوبة بأي عملية تصنيع مخبوزات يعني كي يكون للخبز للحلوميات لأي نوع من المواصفات ما هدفنا يكون في تلزيق للعجينة فتلزيق العجينة مثل ما نحن نتخيل كمان لأنه رح يعطي شغل أطول على شبكة الانتاج رح يخفف من فعالية الانتاج إذا في عنا تلزيق للعجينة وكمان في بعض الأحيان رح نضطر وننظف الأدوات فهيدا كمان كله خسارات وهدر للأموال حتى يكون عندنا عجينة مثالية كمان لازم تكون هالعجينة تكون عندها صلابة مثالية المؤشر الثالث أو الوقع المواصف الثالثي لازم تكون العجينة عندها قابلية عالية للتمديد وأخينا العجينة لازم تكون عندها مرونة معينة لا تتحمل أو لا تقدر تحفظ على الشكل النهائي للمنتج اللي نحن نبغي نصنعه طيب الخبر الجيد أنه كل هايدي هالمؤشرات هالأربع مؤشرات اللي حكيتكن عنا يعني التلزي وصلابة العجينة وتقابلية ثلاث مديد ومرونة العجينة هني مرتبطين بالشكل أو بحد كبير بإجوضة الطحين وليون في عنا عدة حلول لنقدرنا نعمل لهم ضبط وأنا بهالصفحات الأيدمي رح ملكون عرض لحل الأسديماتيك وحل الألفولاب كيف نقدرنا نعمل لهم ضبط لهالأربع مؤشرات طيب خلينا نبدأ بمؤشر التلزيق لما حكينا فعلا هايدي المواصفات التلزيق العجينة هو الشيء غير مرغوب بالمرة يعني شفنا أنه عنده عوائب على فعالية الاقتصاد على فعالية الإنتاج وعلى كلفة الإنتاج يعني التلزيق العجينة هو رح يؤدي مثلا لتشوه بالشكل النهائي للمنتج يعني مثلما ما نطلع هون على هالصورة عنا عجينة بتلزق فهون في صعوبة نقدر نحن نعطي الشكل النهائي للخبز الأجنبي هون يعني عم شوفوا من قصم لقصم الشكل مش متجانس فبالنهاية المنتج النهائي رح يتغير بنفس إلى نفس الطبخة شفنا كمان أنه يكون عندنا عجينة بتلزق رح نضطر ببعض الأحيان مثلا نكمل عملية الإنتاج ننظف الآلات يعني هيدا مثل ما الزكاة وأنا هو وقت عم نستعمله للتنظيف فهو هدر للأرباح وفي بعض الأحيان إذا الأمور خطيرة مثلا ما عملنا تنظيف بالشكل جيد وبقي رواسب من العجينة فهذا بيقدر يؤدي لمشاكل صحية فهون شفنا بوضوح عوائب والنتائج تبعول تلزق العجينة طيب خلينا نرجع لك مثل ما عزك لأعمل تذكير وهيدا حكينا بشكل مفصل السن الماضية نشوف كيف شو هي ليش العجينة بتلزق وشو هو السبب تبعوه اللي بيقدر لتلزق العجينة طيب ببساطة هون العجينة بتلزق لأنه في عنا قصر من الماء موجود داخل العجينة بيتسرب لخارجها وهيدا بيعطيها مواصفة انه بتصير العجينة بتلزق السؤال اللي بيرجع بنسأله هون ليش انه هون عم بيصير عنا تسرب من كمية بالماء من داخل العجينة الجواب على هالشي لأنه بخلال عملية القلق حطينا كمية ماء شوي مرتفعة ومن بعد كل مكونات الطحين وقت عملنا عملية القلق وشكلنا العجينة مما عندهم هالإدرة ليستوعبوها كمية الماء فهالماء بنهي عم بيتسرب وعم بيسبب تلزق بالعجينة سؤال الأخير اللي فينا نطرحه هون ليش هالشي عم بيصير شو هو السبب من عدم قدرة العجينة لتشرب كمية الماء بقى إذا نطلع على بعض المراجع العلمية مشروف انه في حد كبير من السبب هو منطبط بكمية عالية من النشاء المحطن وأيضا عدم توازن مع كمية البروتينات الموجودة داخل الطحين فمشان هيك قبل ما نشوف لك شو هي المواصفات اللي لازم تتحلى فيها الطحين خليني بس أرجع عملكم تسكير عن النشاء النشاء المحطن وتأثيره متل ما حكينا السنة الماضية النشاء هو تقريبا بشكل بين 68 إلى 72% من بالتقيق النشاء المحطن هو بيعتبر حبيبات النشاء اللي تكسرت متل ما عم شوفيكم هون خلال عملية الطحن واللي لازم نعرفه كمان انه خلق او انتاج النشاء المحطن هو شي ما بيمكننا نتحكم فيه يعني وقتا نحن بنعمل عملية الطحن بكل الأحوال راح نجي نكسر النشاء ورح نخلق من سميء النشاء المحطن طيب هيدا النشاء المحطن عنده عدة ميزات اللي معروف انه النشاء المحطن بيعلي نسبة امكانية الطحين لامتصاص المي يعني نسبة امتصاص المي راح تعله ورح يعلي فعالية الخميري فهيدا رح يأثر على شكل الخبز حجم الخبز اللون الخبز وشكل الفوتاك الداخل طيب هيدا الشي بسا هو بيعتبر اكتر احيان شي منيح من الخبازين المشكلة هون انه في حال ما عملنا له ضبط لكمية النشاء المحطن يعني هيدا هو اللي راح نوصل لقيله بالنهاية تركنا هالنشاء المحطن من دون ضبط من يوم لتاني او من نوع قمح لنوع قمح تاني راح يعمل راح يكون عنده عدة سيئات من بينه انه عدم ضبط كمية ويعني اذا كان عندنا افراد بكمية النشاء المحطن راح نلاقي مشكلة التلزق راح كمان ايضا فينا نلاقي عدة مشاكل تانية مثلا احمرار قوي بالمنتج النهائي راح بعض الاحيان يسبب عدم تجانس بشكل المنتج النهائي راح نشوف كمان اذا عندنا كمية مفرطة في اذا عندنا صنع بسكوت يحصل عندنا تكسر بالمنتج النهائي فمشان هيك اليوم نحنا اللي منقوله في عنا توازن بين كمية النشاء المحطن ونسبة البروتينات بالنسبة لكل منتج نهائي يعني انا بالنسبة لكل منتج نهائي لازم يكون عندي تقريبا نسبة معينة من النشاء المحطن ونسبة معينة من البروتينات اذا مناخد على سبيل المثل صنعات البسكوت او الكوكيز بقى هون اذا انا بدي صنع كوكيز من الافضل يكون عم بستعمل طحين يكون عنده النشاء محطم نسبيا واطي يعني بيتروح تقريبا من ال 14 ل 16 وبنفس الوقت عنده نسبة البروتينات واطي بين 7 لتقريبا 9 بالمية على العكس اذا انا بدي روح لصناعات فعلا مختلفة مثل صناعات الكروسان او صناعات البن بريد الخبز الامريكاني هون من الهدف تابعولي مثلا نيجي نقع طحين يكون عنده نسبة نشاء محطم مرتفعة يعني بتتروح تقريبا من فوق بين ال 20 ل 23 ونسبة البروتينات مرتفعة من ال 11 ل 14 بالمية لكن اللي بنستوعبه هون انه النشاء المحطم رح يكون عليه تقريبا رح يعمل تأثير مباشرة على عملية التلزق العجيني فمن هون لازم نحن نعمله ضبط واليوم اللي انا حابب بعرضه لكم هيه هو حل الاسديماتيك اللي متل ما بتعرفوه هايدي الطريقة هي سريعة بسيطة يعني بتاخد بعنا تقريبا عشر دقايق وبتعطي نتيجة داية المبدأ تبعول الاسديماتيك هو رح نفحص نسبة امتصاص الايود بالنشاء كل ما كان عندنا النشاء المحطم عالي كل ما يكون عندنا نسبة امتصاص الايود رح تكون عالي فبها الطريقة نحنا نقدر نعمله ضبط ونشوف كمية النشاء المحطم لعدة انواع من الطحين طيب بالصفحات الآدمة خليوني شوفيكم بمثل عملي كيف قدرنا نحنا نستعمل هون الاسديماتيك لنتجنب تلزق العجيني خلال عملية التشكيل يعني احنا رح نرجع كمانع هدفنا الاساسي هو التشكيل ما لازم يكون عندنا تلزق للعجيني بهيدي المرحلة طيب بهيدي الدراسة اشتغلنا مع مخبزة فرنسية يعني مخبزة فرنسية بلشت بسنوات باخر سنوات السبعين وهيدي المخبزة كانت عم تنتج عندها متج جديد هو الخبز الفرنسي العضو فهيدي المخبزة باخر وقت اتصلوا فينا كانوا يلاحظوا باخر فترة انه عندهم تغيرات بجودة العجين وجودة المنتج النهائي من يوم للاخر وما كانوا عندهم امكانية يعرفوا شو هو السبب طيب من بعد ما توصلنا معهم شفنا لك التجارب المخبزة اللي هيدي المخبزة بتقوم فيها اليوم فهيدي المخبزة بتعمل ضبط لنسبة البروتينات لنسبة الماي ولنسبة الرمال بالطحين اللي بتشتريه وبنفس الوقت هيدي المخبزة بيوصل لنتائج الالفيوغراف والفارينوغراف من المطحن المصنع على الطحين مع وجود كل هايدي هالتجارب المخبزة اليوم هايدي هالمخبزة ما كانت قادرة مثلا كانت على طول التغير بجودة العجين والمنتج النهائي الموجودين وما كانت قادرة تعرف شو هو السبب وشو اللي لازم نعمله لحتى نتجنب هالاشياء فمن بعد ذلك شيء بسيطة مع المخبزة ارارنا سوا نستعمل ناخد عشرة عينات من الطحين اللي بيستعملوا كل يوم لانتاج هيدا للخبز الفرنسي هيدور العينات طلبنا من المخبزة لكان تستعملون لتصنع الخبز ونحنا بنفس الوقت عملنا لون تحليل بواسط الاسدماتي فمن بعد ما عملوا هالمخبزة عملت تصنيع الخبز لكان اخدنا الرد تبعولها واللي استوعبنا انه من هيدا الرد هالمخبزة قدرت تفصل العشرة عينات لمجموعتين يعني كان عنا مجموعة سمتها المخبزة مجموعة جيدة كانت متقلّفة من خمس انواع من الطحين هيدا خمس انواع الطحين اعتبرتهم جيدين لاش لانه قدروا يصنعوا عجينة تكون من دون ما تعمل مشاكل على خط الانتاج وتكون سهلة في خلال عملية التشكيل وايضا هيدا العجينة بنهاية وتمخنية عطت منتج نهائي جيد براعي المعايير الداخلي للمخبزة بنفس الوقت المخبزة قدرت لك ان تعمل مجموعة تانية وسمتها المجموعة السيئة وهي متقلّفة من خمس انواع من الخمس الطحين اللي فضلت هيدا الخمس الطحين اللي عطتنا الرد علي المخبزة كانوا يعملوا العجينة تلزق خلال عملية الخلط وكان في صعوبة كبيرة لينعمل تشكيل للمنتج النهائي وهيدا ضر المعكس مباشرة على المنتج مثل ما نشوف هون في عدم تجانس فيه وبغيء وهيدا المنتج ما بروعه المعايير الداخلية تبعوا المخبزة طيب بعد ما أخذنا لك انكلها المعلومات نحنا قمنا هون بتحليل العشر عينات بوسط الاسديماتيك لنشوف نسبة النشار المحطم والهدف تبعونا كان نشوف هل نحنا فينا كمان نقسم العشر عينات لمجموعتين مثل ما حللته المخبزة وبالفعل هون اللي استنتجناه انه الخمس أنواع من الطحين اللي اعتبروا جيدين كان عندهم نسبة نشا محطم تتشوح بين الواحدة وعشرين والخمسة وعشرين والخمس عينات من الطحين اللي كانوا يعتبروا سيئين عندهم بكل الأحوال أو بكل الوقت نسبة نشا محطم أعلى من ستة وعشرين فهون قدرنا لكن نوصل لنفس النتيجة مثل المخبزة فاصلنا العينات الجاية دي هي عندنا نشبت نشا محطم بين الواحدة وعشرين للخمسة وعشرين وكل الشيفة وستة وعشرين كان يعتبر عين الطحين غير مناسبة لهذه الصناعة فالاستنتجه لكان من هذه الدراسة انه بالنهاية قدرنا نعطي مؤشرات طحين لهذه المخبزة فاليوم صروا يستعملوا زادوا هيدا مؤشر النشا المحطم وبالنسبة لصناعة هيدا المنتج النهائي هالمخبزة صارت عم تطلب من المطحنة طحين يكون عنده النشا محطم بيطاره بين الواحدة وعشرين والخمسة وعشرين يو سي دي وبهالطريقة لكان هيدا هالمخبزة تخلصت من مشاكل التلزيق وبالنهاية ما بقى عندها مشاكل خلال عملية التشكيل خلينا هلأ نشوف سوا المؤشرات الثلاث مؤشرات اللي لازم تتحلى بعد كمان فيها العجيني اللي حتى يكون عندنا التشكيل مثالي خلينا نشوف مؤشر الصلابة مؤشر الابلية للتمديد ومؤشر المرونة إذا بنطلع كمان هون على بعض المراجعة العلمية لقاينا انه حتى يكون عندنا التشكيل مثالي مثلا العجيني لازم يكون عندها صلابة مثالية هايدي الصلابة بتسمح لها تقاوم مثلا التشويهات اللي بتحصل خلال عملية التشكيل يعني متل ما شفنا في عمليات طوي وكبس ودحرج كل هايدي بعض العحيان بتعمل تمزق لشبكة الجلوتينات وبتعملت شويه للمنتج النهائي فهون حسب المنتج تابعنا لازم يكون عندنا طحين معين يكون عنده صلابة لا يعمل عجيني يقدر يعطي صلابة مثالية شفنا كمان انه العجيني لازم يكون عندها حتى نقدر نعمل تشكيل مثالي العجيني لازم يتمتع بقابلية للتمديد مثالية فهيدي قابلية التمديد المثالية راح تسمح بالنهاية للخباز لا يعطي الشكل النهائي للمنتج يعني اذا نحنا عم نعمل البيتزا بقى على الليلة حتى نستطحها للعجيني من دون ما ترجع تتماسك او اذا نعمل الخبز الشكل الدائري بنا نعمل شكل البول للخبز واخيرا لتعمل نعمل تشكيل مثالي العجيني لازم يكون عندها مرونة مثالية اسمح لهذه المرونة انه بالنهاية تحفظ الشكل النهائي للمنتج من بعد عملية التشكيل يعني زي انا عندي بديعمل خبز اجنبي او بديعمل بريوتش او بديعمل كواسان بلازم هالعجيني يكون عندها مرونة يدلع محافظة على على شكل المنتج النهائي ما لازم المنتج النهائي يوقع اذا كان هيدا خبز اجنبي او اذا كنا عم نعمل بريوتش او ما لازم مثلا اذا كنا عم نعمل خبز عربي ما لازم العجيني تزم مثلا ويكون القطرة بالنهاية صغير ما بين المعايير الداخلية طيب لكن اليوم الحل اللي حابة اعراضه عليكم واللي بسمح لنا نعمل ضبط لمؤشر الصلابة وابليد التمديد والمرونة هو حل الالفيولاب يعني في عدد كبير منكم بيعرفوا هيدا الآلة الفريدي من النوعه الالفيولاب هو آلة بتخلينا نعمل فحص لمؤشرات ريولوجية للطحين بخلال عملية نفخ بقاية من العجين يعني من وراء بالنهاية من بعد تحليل الالفيولاب رح نحصل على رسم بياني مثل ما عم نشوفو هون من وراء الرسم البياني رح ادو انا اعمل تطليع لمؤشر المنسمي البي او هو مؤشر الصلابة العجينة الرسم البياني الرسم البياني رح يطلع لمؤشر مرونة العجينة اللي مسميه الاي اي اي الرسم البياني رح طلع مؤشر البيو اللي بنسميه قوة العجينة طيب بالمثالين اللي رح اعطيكني هون بالصفحات الادمين انا حابب شوفيكن كيف فينا نحنا اليوم نستعمل مؤشر الالاستيسيتي اندكس يعني الاي اي اي لنتحكم بعملية التشكيل وبالاخص بحجم البيتزا وبالمسألة التانية حابب شوفيكن كيف فينا نحنا نستعمل مجموعة مؤشرات الالفيولاب لنقدر نتنبأ بحجم المنتج النهائي وبجودة او شكل المنتج وجودة الهيكل الداخلي تابعونا طيب خلينا نتدي مع كيف فينا نستعمل مؤشر الالاستيسيتي اندكس لنتحكم بعملية التشكيل وبالاخص بحجم البيتزا حجم البيتزا او حجم الخبز العربي اذا بدنا نحكي عن الخبز طيب هون بهذه الدراسة اخدت نوعين من الطحين هيدول النوعين كانوا بيتحلوا بأرقام مشابهة لمؤشر الصلابي يعني للP وأرقام مشابهة للL وأرقام مشابهة لقوة الخبز للW المؤشر الوحيد بميزهم كان هو مؤشر المرونة يعني الالاستيسيتي اندكس اوكي اذا اخدنا هون اذا نطلع على الرسم الازرع كان عندنا مؤشر مرونة الالاستيسيتي اندكس نسبيا واطي وهيدا المؤشر يعني عندنا مؤشر مرونة واطي هيدا سمح لنا نعمل فقاعة هوا حجمه اكبر اذا نطلع على الطحين اللي عنده رسم البياني البرتقالي هون كان عندنا مؤشر المرونة عالية يعني مرونة العجينة كانت كتير قوية فقدرنا بالنهاية حصلنا على فقاعة تكون اصغر اوكي يعني اللي لازم نحن هون دلنا حفظينه عندنا لللون الازرع حصلنا على فقاعة كبيرة لانه المؤشر كان واطي لللون البرتقالي عندنا فقاعة صغيرة لانه المؤشر كان كبير هيدول النوعان ونطحين بنفس الوقت جينا عملنا تجارب مثلا صناعة البيتزا ولأينا انه وقتا بتكون وقتا بنحصل على فقاعة الفقاعة يعني اللي باللون الازرع كبيرة هيدا سمح لنا نعمل تمديد ونحصل على قطر للبيتزا اقب كبير بالنسبة لللون البرتقالي وقتا كان عندنا الفقاعة صغيرة بعضتنا نسبيا قطر او حجم البيتزا اصغر فلي منستنتجه من هون لكان هيدا مؤشر الالاستيسيتي اندكس سمح لنا نتحكم بعملية التشكيل وبالأخص بقطر البيتزا يعني اليوم من وراء هيدا المؤشر فيه نحنا تقريبا نعرف تأثير على قطر الخبز العربي او قطر البيتزا طيب في هيدا الدراسي لكان الاخيرة هون الهدف تابعونا كنا نشوف اذا فينا نعمل تنبؤ لحجم الخبز النهائي وشكل الخبز اللي هون استعملنا طريقتين من الخبز استعملنا طريقة الخبز الامريكية يعني الاسي سي سي وطريقة السبونج عندو للاشخاص اللي بيعرفوا هذه الطريقة والهدف كان هون نتنبأ حجم الخبز وشكل الخبز الطريقة الثانية اللي استعملنا كاينيت هون طريقة صناعة الخبز الفرنسي يعني صناعة الخبز الرغيف البقات حسب طريقة الافنور والهدف كان نتنبأ بحجم الخبز ومواصفات الشكل النهائي ومواصفات الهيكل تابعونا في هيدا الدراسة اللي عملنا هي انه جمعنا مئة وخمسين عينة امال حوالنا يونطحين بمختبارنا من 14 دولة من العالم لحتى نقدر تكون دراستنا انه بتناسب بكل المطارح طيب هيدا مئة وخمسين عينة عملنا لهم تحليل بواسطة الريولاب وبنفس الوقت طلبنا من مختبرات خارجية تعمل صناعة الخبز حسب الطريقة الامريكية وصناعة الخبز حسب صناعة البقات حسب الطريقة الفرنسية ومن بعد ما حصلنا على كل هيدا النتائج جينا حطينا لهم عملنا نمازل احصائية لنشوف الصلة بين مؤشرات الالفيولاب والمؤشرات حجم الخبز وشكل الخبز النهيئي والنتائج اللي طلعت معنا هون عنا لطريقة صنع الـ AACC يعني الخبز الامريكاني والخبز الفرنسي منشوف هون بالنسبة للحجم لقينا في عنا صلة جيدة بين حجم المنتج النهيئي ومؤشرات مجموعة المؤشرات الاستعماليون تبعوه الالفيولاب ولقينا نفس الشيء أنه عنا صلة مرتفعة بين شكل المنتج النهيئي ومؤشرات الالفيولاب ونفس الاستنتاج حصلنا عليه هون لصناعة وقد نعمل صناعة الرغيف الفرنسي الباكات لقينا في عنا صلة قوية بين حجم الخبز النهيئي ومجموعة استعمال المؤشرات الالفيولاب ونفس الشيء لشكل الخبز الخارجي ورابط مع مؤشرات الالفيولاب فإذا نظه هون بلمحة سريعة قوة الاطباط بين حجم الخبز الامريكاني حجم الخبز هون وحجم الخبز الباكات الفرنسي تتراوح بين 61% إلى 66% يعني مجموعة المؤشرات الالفيولاب يسمحون لنتنبأ بمواصفات المنتج النهيئي إذا نظه هون على شكل الخبز قوة الرابط هي تراوح بين 59% إلى 70% إذا نذهب إلى مطرح أبعد ونحاول نظه على هذه النمازج الأحصائية ونلاقي أنه بكل هذه النمازج مجموعة المؤشرات الالفيولاب استعملت استعملت بداخله لنقدر أن نتنبأ حجم الخبز الأمريكاني وشكل الخبز الأمريكاني حجم الخبز الفرنسي وشكل الخبز الفرنسي فهون اللي هنا نستنتج ونوصل تقريبا للخلاصة أنه اليوم لكن مع الالفيولاب هون في مؤشرات الالفيولاب لكن رح يخلونا نقدر نعمل تنئية للطحين مؤشرات الالفيولاب رح يخلونا نقدر نطور مواصفات للمخبز هذه المواصفات بالنهاية رح تسمح لهم يتحكموا بعملية التشكيل يعني بالنهاية رح تسمح لهم يتنبأوا بحجم الخبز وشكل الخبز وشفنا بالسابق مع الالاستيسفتي اندكس رح نخلينا نتحكم بعملية التشكيل من وراء تحكمنا بقطر البيزا أو كطر الرغيف العربي مثلاً كحل الاسديماتيك أو كحل الالفيولاب بالنهاية اليوم شفنا هيدول الحلين الاثنين بيساعدوننا لنعمل ضبط لعملية التلزيق نعمل ضبط لأبلية العجيني للتمديد لصلابة العجيني وبالنهاية ضبط لمرحلة التشكيل طيب أنا بوصل لكن للختام هذه الندوة رح أرجع أذكر بعض الأشياء المهمة اللي شفناه اليوم إنه عملية التشكيل هي عملية ببالغة الأهمية يعني اللي شفناه إذا عملنا ناص بالتشكيل أو إفراد بالتشكيل رح يكون عنده تداعيات مباشرة على جودة العجيني ورح يكون عنده تداعيات مباشرة على الشكل ومواصفات الحسية للمنتج النهائي اللي شفناه اليوم إنه عملية التشكيل هي مرتبطة بعدة مؤشرات حكينا عن مؤشر التلزيق هيدا مؤشر التلزيق أو العجين اللازج شفناه أنه هو مرتبط لحد كبير بمستوى النشاء المحطم ولي شفناه اليوم إنه النشاء المحطم واحدة من الوسائل المهمة اللي بتساعدنا لنعمله ضبط هي الأزديماتيك شفنا أنه اليوم كمان عملية التشكيل هي بتتأثر مثل ما حكينا بصلابة العجينة اللي هي تلت مديد ومرونتها هيدا هالتلات مؤشرات هي مرتبطة لحد كبير بجودة شبكة البلوتينات واليوم اللي شفناه أنه هيدول المؤشرات فينا نعمل له الضبط بواسطة آلة الألفيولاب بمحاضرتي اليوم أنا ركزت بس على الحلول الريولوجية وبالأخص على حل الأزديماتيك وحل الألفيولاب اللي حابب كمان خبركم هي إذا أنتم حاببين تعملوا ضبط للشكل الخارجي، لللون، للحجم، كمان لداخل الفوتاة تبع المنتج النهاي فيه إمكانية، مثل ما بتعرفوا بشركة KPM Analytics عندها عدة حلول في عدد كبير من الحلول اللي عم بلخصوكم هون هيدا الحلول هي مبنية على الضبط البصري للمنتج النهاي فبوصل أنا للخطين بهذه المحاضرة أنا بشكركم جميعكم على حضوركم ورح نبقى على اتصال إذا في عنكم أسلي ما تترددوا تبعتوا لي هون على البريد الإلكتروني اللي استعملتوا للتجريل بهذه المحاضرة وإذا عنكم أي حابين تأتدوا معلومات على الحلول اللي عرضت اليوم ما تترددوا تبعتوا إيميل على sales.kpmanalytics.com شكرا جزيلا جميعا وأنا بشوفكم بالحلقة الثالثة اللي رح تكون بأواخر شهر أيلول شكرا ومع السلام شكرا للمشاهدة إنتهى